بش نسمع الآن شهادة المعتمد الأول متاع جندوبة اللي ذكروا سي دريس جيجا واللي يحكي كيفاش صارت العملية متاع تزوير الانتخابات اللي نستمع معا في 81 أنا نقلت من كنت مطمد أول في نابل وجهت لجندوبة بعقاب أنا في جندوبة صرت انتخابات 81 الوالي متاع جندوبة سي عبد الرزاق يوب في الانتخابات الخطب والتعليمات نحبوها انتخابات شفافة وعادلة اجتمت الانتخابات بش اجتمت الانتخابات شخصيا قمت باجتماعات في كل معتمدية بكل العمد وبكل أعظام مكاتب الانتخابات وبكل المسؤولين الداريين اجتماعي يدوم نهار كامل وانا نتحدث نفسر في القانون الانتخابي نفسر فيش معناها انتخابات شفافة ونزيها نفسر معناها حملة انتخابية من طرف احزاب متنافسة وكانت العملية تمت بيعني تجمد قول بالشي لانه تصوره عادية يوم انتخابات كيف كيف يعني احرصنا باش كل شي يكون متوفر باش العمليات تكون متامة ثم لما وفات في الستة اطلبت من المعتمدين باعتبار معتمة دول باش يجمعوا المحاضر الكل ويجيبوها للولايه اجتهاد باش مدقاش الاحصاء في المعتمدية حبيت الاحصاء يتم من طرفي والوالي والكاتب العام احتياط باش ما تقعش ربما شوية تلاعب ولا حاجة بدأت بدأ الاحصاء في قاعة الاجتماعات تعلولاية حاضرين القايمة بتاع الحزب والقايمة بتاع المدياس حاضرين في القاعة وبدأنا نحصي ممكن بعد المغرب حاجة مع السبع ونصف وثمانية لمدياسس حب روحوا من الانتخابات لو خيان بتاع المدياس خرجوا خلونا وحدنا احنا والقايمة بتاع الحزب قادنا نحصي احنا كاكو وجاء تعليمات ما يزمش الامدياس تفوت طن كذا النسبة من لول كانوا أناها ميزموش انشحوا من لول اثنين من بعد يقولوا لا ميزمش يفوتوا كذا واحد يقول عشرة واحد يقول خمساش في المية فاليخو لا ثلاثة في المية فكلايمات الثلاثة هاكمل اللي احنا قادنا نحيرين ونهزوا وننفذوا عملت حاولت عملت محذر وصحوا فيه الناس كل وبأثوا لا غلط بحثونا حد من تونس باش يقول لنا منها تعملوا هكا ما تعملوش حاجة اخرى فهمت السيد هداية اذكرته في التقرير من تونس مش من الوزارة من تونس من ولاية تونس الوزارة بتيرفوت ما تعملوش ومش نزير ناس اخرين مسؤولين اخرين موش نزير فالاخر وصلنا وفقنا الى محذر من احصاء عام ما حسب الترتيب الاحصائية لا اصحيح هذاك هو اللي مشاء وهذاك هو اللي ما هوش الحقيقة انا شخصيا حسيت هزبت وهزبت يعني اكا الخدمة اللي خدمتها لكل شهر كامل واني نخدم وكأني ما عملت حتى شيء وكأني ما نهى لخدمنا لا صوتنا لا حتى شيء عملنا محذر وحضنا اكتبناه وقلنا كاو كاو ما شئ حاجة اخرى ظهور لي وقتها واني المحاضر متاع المكاتب وكلها متاع المعتمديات والبلديات والكل ثم نحفظها نحفظها باش مضيعش ثم نحفظها للذاكرة للتاريخ وقلت ربما يجي ينهار ويقولوا كيفاء صارت الأمور هذه قبل الثورة يعني صرحوا المسؤولين يعني محمد المزالي اللي رحمه صرح وسيد رئيس جيجا صرح وانا الانتخابات انتا واحد واثمانين انتخابات مزورة ما هيشي صحيحة انا احفظ به وخلت وقت جات الثورة لقيت وانا حان الوقت باش متاع الدولة نعطيه للدولة هزيت الوثائق اللي عادي لكل وفي الارشيف وقتها لأول مرة حصيت المكاتبش فيهم خب اني ما نعرفش اكتبنا شي ما نعرف ما نعديش يا وقتها حصيت وكيف حصيت لقيت كل واحد قش حصا لم ديت ما نشحتش اما حصيت نسبة كبيرة والمحضر الاحصائي هداي موجود عند الارشيف والحرص هداي شعور مني واني تم نهار يجي باش نتعرفوا على شي اللي صار وقتها ونتعرفوه بالحجة المادية مش بالحديث مش بكون انسان يقول صار هكا لا لا او الحجة كيف صار وهذا الاشتهاد فيه واشتهاد يكون مفيد زيف النتائج المحاضر اللي عندكم في الارشيف الوطني هي المعاضر الاصلية متاع المكاتب سي عبدالرزاق يوب والي جندوبة زادهو ما كانش قابل الشي الهدئي مواش قابله الدرجة اللي الليلة اللولمشاه هو ارتاح خلاني انا قم نقول احنا نباشر في اللوور ثم بعد بالطبع باعتباره مسؤول امضى على المحضر المزيف هو والهيئة حيث تجمع تقول شاركنا بكلنا في عمل انا تو نحشب انا تو حشب به وكعليس احفظ بها ذاك وسلمت للرشيف باش نحش شوية ما كان حشب هذيك